في ضربة جزاء يعني ماشي مفيش مشكلة طبعا الهدف دا انا باعتبره من الاهداف الصعبة على حاليس على محمود جاد حاليس مرمى طبعا المصري وانت قاله من من انبل المصري زي ما انت شايف كده احمد سامي من السنة اللي فاتت ومن كما كان ماسك سموحة بتلاقي تجمع كده بص كم لعيب بتلاقي اكتر من سبع تمن لعيبة وقفين لا ارجعتيني جبل ماشي خلاص تبوها بباعتيني بس لا سؤال يا جماعة يعني واحدة واحدة اصلا انا مش هشرح حاجة كده اه واحدة واحد ارجعتين 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 هنا بقى الهدف دا المفروض ان لو في لعيب من السيراميكا قدام لازم في لعيب من المصري قدام لعيب سيراميكا صح ليه عشان اخدها قبل ما لعيب المصري يسند بس كم لعيب وقفين انا كحارس مرمى هطلع الوقت اروح فين يعني انا فين فين المساحة اللي انا هطلع فيها هاخدوا كرة زي دي مسبوط فبالتالي انا مش هعرف اخرج من المرمى صعب جدا وكمان بتتحطي فين بتحطي جول ايه على القائم الاولان هاي هتبقى صعبى قوي بس انا ما اناش عايز وانا جاي اقفل قوي على القائم لازم ابقى تحت القائم بحوالي ثلاث اربعة يارضا كمل كمل اقف بقى هنا اقف هنا بص 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 محمود جات فين وريب قوي في ظهر الناس قوي انا عايز اكا محمود تبقى تحت شوي عشان لما تتزحلق وانت واقف تحت تقدر تتعامل معه انما انت غد داخل قوي في حضن الايه في حضن المدافعين وفي حضن حتى المهاجمين ومدافعين وكله فانت زيك زيهم ده جنيت اق برافو عليك برافو يا جالي بص تمركز خاطئ بنزد مليون في المية ازاي الراجل بشوت من تقريبا كده على حدود الكوس او جهة الكوس بيرضا والراجل برا الستة لازل كان يبقى وراء خاص طبعا يبقى على ثلاثة يارضا انت واقف على سبعة يارضا انت متقدم اكتر من اربعة يارضا زيادة انا ببتكلمش دلوقتي كرة انا بكلم عن التمركز دايما يا كابتن كريم احنا بنتكلم في النوقات المهمة جدا لو التمركز ده وانت واقف صح لو انت واقف على بعد ثلاثة يارضا من المرمى الكرة دي هتسهل عليك هيبقى في المسافة اللي بيراجل بيشوت منها بدل ما تبقى مثلا اتناشر يارضا هتبقى خمستاشر تبقى سبعتاشر تبقى سبعتاشر فانت واقف برا ستة ليا يا محمود الراجل برا الكوس او على حدود الكوس بص دي برضو كده اوقف هنا كده امشي كمان بقى هو بيحطها ياسي احمد ياسي الريان كمل 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 اوقف بقى هنا هو بيشوت اوقف اوقف اولا فيه اتنين مدفعين داخلين عليه والراجل شطها ضعيفة جدا وعملة بند في الارض انت واقف هنا يا محمود انت ليه خارج على ابوه سبع يارضا من المرمى كتير جدا صعبتها عليك قوي وكرة داخلها ضعيفة مالهاتش تعامل معها وفيه اتنين مدفعين معاه تعاف لو ما فيش مدفعين وداخل احمد ياسي الريان منفرد بمحمود جاد كنت قلت ماشي خلاص يضغط الضغط ده ما فيش مشكلة انما انت طلعت سبع يارضا ليه وفيه اتنين مدفعين وقفين مع احمد ياسي الريان لو تحت على اثنين ثلاثة يارضا كرة زي دي كده متخشش ابدا صح هتبقى سهلة جدا لمحمود جاد اشتركوا في القناة